اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية مقدمة البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية هي مرض دموي نادر وشديد يتسبب بتكسر كريات الدم الحمراء يصعب تشخيص البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية ويمكن في حال تركها دون علاج أن تتسبب بألم وإنهاك وحتى بالموت يشرح هذا البرنامج التصريفي البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية وهو يتناول أسبابها وأعراضها وتشخيصها وخياراتها العلاجية الدم من المهم لفهم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية معرفة حقائق معينة عن الدم يتألف الدم من خلايا دم تطفو في البلازمة وتتألف البلازمة في المقام الأول من الماء مع مواد كيميائية فيه وتشمل تلك المواد الكيميائية بروتينات وهرمونات ومعادن وفيتامينات هناك ثلاثة أنواع رئيسية للخلايا الدموية قريات الدم الحمراء والتي تشكل في الأحوال الطبيعية نصف الدم تقريباً وهي تمتلئ بالهيموغلوبين وهو الجزء الأحمر من قريات الدم الحمراء وظيفته هي حمل الأكسجين لأنحاء الجسم الصفيحات هي أجزاء صغيرة من خلايا تساعد على تجلط الدم وإيقاف النسف تكافح كريات الدم البيضاء الأمراض والعدوى عن طريق مهاجمة وقتل الأحياء الممرضة التي تدخل إلى الجسم هناك أنواع متعددة من كريات الدم البيضاء حيث يكافح كل منها نوعاً مختلفاً من الأحياء الممرضة تصنع أنواع خلايا الدم الثلاثة من قبل خلايا جذعية مشكلة للدم موجودة في نقي العظم ونقي العظم هو نسيج نسفنجي يتوضع داخل بعض العظام تصنع الخلايا الجذعية في نقي العظم نسخاً عن نفسها طوال الوقت وتصبح تلك الخلايا الجذعية في نهاية الأمر خلايا دم ناضجة وبعد أن تصبح خلايا الدم كاملة التشكل ووظيفية تغادر نقي العظم وتدخل الدم جملة المتممة هي مجموعة من البروتينات الموجودة في الدم والتي تشكل جزءاً من جهاز الدفاع الطبيعي للجسم وهي تساعد على دعم عمل كريات الدم البيضاء في مكافحة العدوى تكون تلك البروتينات فعالة دوماً في مستوى مرخفض جداً غير أنه عند دخول الجراثيم والفيروسات والخلايا الأجنبية أو الشادة الأخرى إلى الجسم تصبح تلك الفروتينات أكثر فعالية وهي تعمل ثوية على مهاجمة وتدمير الخلايا الشادة في الجسم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية هي مرض دموي نادر وشديد يتسبب بتكسر كريات الدم الحمراء ويسمي مقدم الرعاية الصحية هذا التكسر بالحلال الدم وهو قد يحدث عندما تفقد الكريات الحمراء كلها أو جزء منها فروتينات تحميها من جملة المتممة الموجودة في الجسم وهنا بعض الحقائق عن البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية قد تحدث البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية في أي عمر لكنها أكثر شيوعاً بين الشباب لا تعبر البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية عبر الجينات من الأبوين لأطفالهم لا تعبر البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية عن طريق الأحياء الممرضة من شخص لآخر ترتبط البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بشكل مباشر بفقر الدم اللاتنسجي أي غير المصنع وهو مرض آخر لنقي العظم يشار للبيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية اختصارا بـ PNH انتيابية تعني مفاجئة وغير منتظمة والليلية تعني حدوثها في الليل وبيلة هيموغلوبينية تعني وجود هيموغلوب في البول الهيموغلوبين هو الجزء الأحمر من قريات الدم الحمراء ويظهر البول بلون أحمر عند وجود هيموغلوبين فيه وبذلك فإن البيلة هيموغلوبينية الليلية الانتيابية تعني حرفيا نوبات مفاجئة غير منتظمة من خروج بول داكن اللون لا سيما في الليل أو في الصباح الباكر ومن المهم معرفة أن الكثير من مرضى البيلة هيموغلوبينية الليلية الانتيابية لا يكون عندهم نوبات من خروج بول أحمر أو داكن اللون يعرف الآن عن البيلة هيموغلوبينية الليلية الانتيابية أكثر بكثير مما كان يعرف عنها في أواخر القرن التاسع عشر عندما تمت تسميتها لأول مرة فمقدم الرعاية الصحية يعرفون الآن أنه دائما ما يحدث تكثل لكريات الدم الحمراء والذي يعرف باسم انحلال الدم لدرجة ما عند مرضى البيلة هيموغلوبينية الليلية الانتيابية قد تحدث أعراض علامات البيلة البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بأي وقت من النهار أو الليل مع أن معظم المرضى سوف يشكون من بول داكن اللون في مرحلة ما إلا أن مريضا واحدا فقط من أصل كل أربعة سيشكو منه في وقت التشخيص عندما تتكسر كريات الدم الحمراء فإن الهيموغلوبين بداخلها سوف يتحرر ويتسبب تحرر الهيموغلوبين بمعظم أعراض البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية تختلف أعراض وعلامات البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية كثيرا بين مريض وآخر وقد لا يكون عند المريض سوى أعراض خفيفة أو قد يكون عند المريض أعراض شديدة تحتاج إلى الأدوية أو إلى نقل الدم يستطيع الكثير من مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية العيشة لعقود بينما يكون لدى المرضى الذين يصابون بجلطات دموية في أجزاء رئيسية من الجسم أو بحالات صحية خطيرة أخرى مأمول حياة أصغر ومن حسن الحظ أن هناك علاجات وهي تساعد مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية على العيش لفترة أطول برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية ما أسباب البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية؟ تملك كريات الدم الحمراء الطبيعية درع من البروتينات ويحمي هذا الدرع الكريات من هجوم جملة المتممة لدى مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية كريات دم حمراء معيبة تفتقد لهذا الدرع الواقي تحدث البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بسبب تغير في جين أحد الخلايا الجذعية في نقي العظم حيث تصنع هذه الخلية الجذعية الشادة نسخا أو نسائلا عنها ويؤدي هذا لحدوث تجمع لخلايا جذعية تملك هذا الجين المعيب تصنع الخلايا الجذعية في نقي العظم خلايا الدم وتصنع الخلايا الجذعية ذات هذا الجين المعيب كريات دم حمراء ذات درع بروتيني معيب ويطلق على هذه الكريات اسم كريات دم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية يحدث حلال الدم عندما تصبح جملة المتممة أكثر فعالية وتهاجم قريات دم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية لا تهاجم جملة المتممة عادة إلا الأجسام الأجنبية مثل الفيروسات والجراثيم لكن لأن قريات البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية تفتقد لدرعها الواقية تراها جملة المتممة كما لو أنها أجنبية فتهاجمها أيضا ما يتسبب بانفجارها بشكل عام كلما ازداد عدد قريات دم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية كلما ازداد سوء الأعراض فلو كان 10 إلى 20 من كل 100 كرية دم حمراء هي كريات دم البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية فقد يبدأ المريض بالإصابة ببعض أعراض البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية الأعراض والمضاعفات قد تتسبب البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بعدد من الأعراض والمضاعفات وهي قد تختلف بشكل كبير من مريض لآخر تحدث كل أعراض البيلة الهيمغلوبينية الليلية الانتيابية بسبب واحد مما يلي انحلال الدم أي تكسر أو تحطم كريات الدم الحمراء نقص تعداد كريات الدم الحمراء أي فقر الدم الخثار أي جلطات الدموية عند حدوث انحلال الدم يتحرر الهيمغلوبين داخل كريات الدم الحمراء إلى بلازما الدم قد يتسبب تحرر الهيمغلوبين بعدد من الأعراض فمثلا قد يصبح البول داكن اللون قد يصاب المريض بتشنجات في المريء في حال إصابته من حلال دم شديد وقد يتسبب ذلك بمشاكل في البلع وقد يشعر مرضى آخرون بألم في المعدة أو منطقة السرة وقد يصادف الرجال صعوبة في الانتصاب أو في الإبقاء عليه قد يتسبب حلال الدم المزمن مع مرور الوقت بتلف كلوي دائم الخثار هو وجود جلطة دموية في أحد الأوردة وغالبا ما يطلق عليه ببساطة اسم الجلطة الدموية يصاب مريض من كل ثلاثة مرضى بيلة هيمغلوبينية ليلياً تيابية على الأقل بجلطة دموية تعتمد أعراض الجلطة الدموية على مكان حدوث الجلطة فالناس الذين لا يعانون من شيء ولا يكونون مصابين بالبيلة الهمغلوبينية الليلية الانتيابية يصابون أحياناً بجلطة دموية في أوردة الرجل بينما يميل المصابون بالبيلة الهمغلوبينية الليلية الانتيابية للإصابة بجلطات دموية في أجزاء أخرى من الجسم كما بالدماغ أو البطن في حال إصابة المريض بجلطة دموية في بطنه قد يحدث عنده سوائل وتورر في منطقة البطن ويطلق على هذا اسم الحبن قد يصاب بألم في البطن أو بألم في الظهر أو بانتفاخ قد يتورم كاحلاه وإذا لم تعالج الجلطة الدموية في بطنه فيمكن أن يموت جزء من أمعائه أن يتوقف كبده عن العمل جيدا مما يتسبب المريض بأن يشعر بالاحتلال والتخليط الذهني قد يصاب المريض بجلطة دموية في الأوردة المغلفة للدماغ وفي حال حدوث ذلك فإن المريض قد يصاب بصداع شديد جدا قد لا يعمل دماغه بنفس الجودة المعتادة فقد يصاب بصعوبة في الكلام أو الرؤية أو تحريك أجزاء من جسمه قد يصاب المريض بجلطة دموية في أوردة الذراعين أو الردلين وفي حال حدوث هذا فإنه قد تحصل سخون في ذلك الطرف أو قد يصبح مزرقا أو متورما أو مؤلما يمكن للجلطة الدموية أن تنفصل في بعض الأحيان وتنتقل إلى الرئتين حيث تعلق أو تنحشر هناك ويسمى ذلك بالانصمام الرئوي وقد يكون مهددا للحياة يمكن للمريض في حال إصابته بانصمام الرئوي أن يصاب بألم حادل في صدره وقد يصبح أسوأ عندما يتنفس بعمق يصاب بمشاكل في التنفس أي ضيق النفس أو قد يبدأ بالتنفس بسرعة الشعور بالقلق فجأة كما يمكن للمريض في حال إصابته بانصمام الرئوي أن يخرج الدم مع سعاله يشعر بالدوخة أو حتى قد يغمى عليه يتعرق كثيرا قد تكون الجلطات الدموية خطيرة جدا وإذا اعتخذ المريض أنه مصاب بأي من أعراض الجلطة الدموية فعليه أن يخبر مقدم الرعاية الصحية فورا فقد يحتاج علاجا لإنقاذ حياته يصاب العديد من مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية من خفاض تعداد خلايا الدم وهذا يعني أنه لا يوجد عند المريض ما يكفي من نوع أو أكثر من أنواع خلايا الدم وتشمل أكثر أنواع النقص شيوعا كريات الدم الحمراء ويطلق على ذلك اسم فقر الدم في حال وجود تعداد كريات دم الحمراء منخفض جدا فإن المريض قد يشعر بتعب قليل أو قد يشعر بتعب شديد يصاب بصعوبة في التنفس يكون أقل انتباها أو قد يكون عنده صعوبة في التركيز كما قد يكون عند المريض في حال وجود تعداد كريات دم الحمراء منخفض جدا ما يلي جلد أكثر شحوبا من المحتاد ضربات خلب سريعة وألم صدري ويحدث ذلك في المقام الأول في الحالات الشديدة فقط ضعف شهية أو نقص وزن قد تتسبب البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية بمجموعة من الأعراض والمضاعفات وقد يكون عند المريض الكثير من تلك الأعراض أو قد لا يكون عنده إلا واحد أو اثنان كما قد يصاب المريض بعرض جديد في أي مرحلة من مصاري المرض يكون عند بعض المرضى أعراض شديدة أكثر مما يكون لدى الآخرين من المهم في حال الإصابة بالبيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية أن يلاحظ المريض الأعراض والعلامات عنده وأن يناقشها مع مقدم الرعاية الصحية التشخيص البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية مرض نادر والكثير من مقدم الرعاية الصحية لم يسبق لهم رؤية حالة من قبل كما أن الكثير من أعراض البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية تشبه أعراض أمراض أخرى لذلك قد يكون لدى مرضى البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية أعراض لسنين متعددة قبل وضع التشخيص الصحيح يجب اختيار مقدم رعاية صحية سبق له أن عالج مرضى بيلة هيمقلوبينية ليلية انتيابية أو مشاكل مشابهة لنقي العظم فسيكون احتمال معرفته بأدوية أو بعلاجات جديدة أكبر قد يطلب مقدم الرعاية الصحية في حال كان عند المريض بعض أعراض البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية أو كان عنده أمراض فشل نقي عظم معينة إجراء تحري للبيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية وسيأخذ عينة صغيرة من الدم ويرسل العين إلى المختبر لإجراء الفحوص عليها قد يطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء فحص تعداد دموي شامل أو CBC ويعطي هذا الفحص معلومات عن كمية وزودة كل نوع من الخلايا في الدم وقد يطلب مقدم الرعاية الصحية فحص تعداد الخلايا الجرياني لخلايا الدم المأخوذة من أحد الأوردة لفحصها بحثا عن البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية ويعطي هذا الفحص معلومات عن نسبة كريات دم البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية في الدم وقد يطلب مقدم الرعاية الصحية إجراء فحص لتحديد مستوى نازعة هايزوجين اللاكتات LDH وقد يكون ارتفاع مستوى إنزيم LDH في الدم علامة على البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية يعطي فحص اسمه تعداد الكريات الشبكية معلومات عن مقدار كريات الدم الحمراء الفتية جدا في الدم قد يشكل ارتفاع المستوى علامة على البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية قد يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض إجراء فحوص مختبرية أخرى أيضا من مثل اختبار الفريتن لتفحص مستوى الحديد عند المريض فحص نقي العظم عن طريق خزعة نقي العظم فحص البيلة الهيمقلوبينية الصباغي إذا شخصت إصابة المريض بالبيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية فمن المهم إدراج أخصائي في علاج مرضى البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية أو مشاكل مشابهة في نقي العظم ضمن الفريق الطبي الخاص بالمريض حيث سيكون احتمال معرفته بعدوية أو بعلاجات جديدة أكبر غالبا ما يمكن العثور على خبراء في علاج الأمراض النادرة مثل البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية في المستشفيات التعليمية الملحقة بالجامعات العلاج تعد البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية مرضى مزمنا وهذا يعني أنها قد تستمر لفترة طويلة الإيكوليزوماب هو الدواء الذي صادقت عليه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية وهو متوفر لعلاج البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية ولتخفيف حلال الدم والعلاج الشافي الوحيد هو زرع نقي العظم وتخصص العلاجات الأخرى لتخفيف الأعراض والوقاية من المشاكل هناك عدد من العلاجات للبيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية ونورد هنا بعضا منها مضادات التخثر وتعرف بمميعات الدم أيضا نقل الدم زرع نقي العظم إيكوليزوماب سولورس عوامل النمو يمكن التكلم مع مقدم الرعاية الصحية بشأن مخاطر وفوائد الخيارات العلاجية المختلفة وبذلك سيكون بإمكان المريض اتخاذ قرار مبني على المعرفة بشأن العلاج الأفضل لا تكون أكثر مشكلة تصادف معظم مرضى البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية شيوعا هي فخر الدم الحاصل بسبب انحلال الدم وهناك عدة خيارات علاجية للحلال الدمي وفقر الدم نقل الدم في نقل الدم يدخل دم كامل أو اجزاء من الدم والمأخوذ من متبرع مباشرة إلى مجرى دم المريض ويمكن لذلك أن يحسن بشكل مؤقت فقر الدم وسوف يلاحظ مقدم الرعاية الصحية أعراض المريض ليقرر فيما إذا كان يحتاج لنقل دم النوعان الرئيسيان من نقل الدم المتوفر لعلاج مرضى البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية هما نقل قريات الدم الحمراء نقل الصفيحات يجب أن لا يأخذ مرضى البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية سوى الدم الذي يتوافق تماما مع زمر A B O لدمهم فمثلا يمكن للمرضى غير المصابين بالبيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية وتكون زمرة دمهم A B أن يأخذ دم من الزمرة A أو B أو A B أو O بينما يجب أن لا يأخذ مريض البيلة الهيمقلوبينية الليلية الانتيابية ذو الزمرة الدموية A B دما إلا بالمتبرع زمرته A B قد يؤدي حلال الدم إلى نقص الحديد في الجسم وهذا قد يصاحب على نقي العظم صنع كريات الدم الحمراء لذلك سيحتاج المريض على الأرجح لأخذ حبوب الحديد إلا في حال تلقيه لنقل كريات دم حمراء منتظم يمكن سؤال مقدم الرعاية الصحية عن مقدار الحديد الذي يحتاج إليه المريض وكذلك عن تناول حمض الفوليك عوامل النمو عوامل النمو هي مواد كيميائية موجودة في الجسم وهي تتسبب بأن يصنع نقي العظم خلايا دم أكثر وتتوفر أشكال اصطناعية لبعض عوامل النمو ويمكن لأخذ عامل نمو الكريات الحمراء أن يقلل الحاجة لنقل كريات الدم الحمراء عند بعض المرضى إيكو لزوماب سيلوريس صادقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية والوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية على دواء إيكو لزوماب لعلاج البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية وهو يقوم بمهمته عن طريق جعل جملة المتممة عند المريض أقل فعالية ويقلل انحلال الدم وهو السبب المستبط لحدوث أعراض ومضاعفات البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية للإيكو لزوماب الكثير من الفوائد فقد عرف أنه يخفف انحلال الدم أو تكسر كريات الدم الحمراء على كلا الأجلين القصير والطويل تقليل خطورة الإصابة بجلطات دموية تقليل أو انهاء الحاجة لنقل الدم تحسين فقر الدم إيكو لزوماب ليس مناسبا لجميع مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية ومقدم الرعاية الصحية المؤهل هو الوحيد الذي يمكنه تقرير فيما إذا كان إيكو لزوماب المقرر العلاجي المناسب لمريض محدد من المهم معرفة أن إيكو لزوماب قد يرفع خطورة الإصابة بحالات عدوى معينة وللمزيد من احتياطات الأمان يجب أن يتلقح المرضى ضد عدوى المكورات السحائية قبل البدء بأخذ إيكو لزوماب قد لا يطرح المرضى الذين يأخذون إيكو لزوماب كميات كبيرة من الحديد في بولهم وهذا يعني أنهم قد يحتاجون إلى إيقاف أخذ مكملات الحديد عند وضعهم على هذا العلاج كما قد يصاب مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بجلطات دموية وهذا ينجم أيضا عن الحلال الدم الجلطات الدموية خطيرة جدا ويجب أن يحصل المريض في حال إصابته بجلطة دموية على المساعدة فورا وهناك عدة طرق يمكن معالجة الجلطات الدموية بها مضادات التخثر مضادات التخثر والتي تعرف باسم مميعات الدم أيضا هي الطريقة الأكثر شيوعا لمعالجة الجلطات الدموية وهي تقلل قدرة الدم على التجلط يعتقد بعض مقدم الرعاية الصحية أن بعض مرضى البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية يجب أن يأخذ مميعات الدم على أساس منتظم للوقاية من الجلطات الدموية بينما لا يرى آخرون ذلك يستفيد مقدم الرعاية الصحية من عوامل متعددة لمساعدتهم على تقرير فيما إذا كان يجب وضع المريض على مضادات التخثر وأي مضاد تخثر هو الخيار الأفضل لمريض معين منشطات مولد البلازمين النسيجي TPAS قد تستخدم منشطات مولد البلازمين النسيجي لتفتيت جلطة دموية موجودة لا سيما إن كانت الجلطة كبيرة تقوم تلك الأدوية بمهمتها عادة بشكل أفضل في حال إعطائها في أبكر وقت ممكن بعد حدوث الجلطة وهذا يفسر أهمية مراجعة الطبيب فورا في حال اعتقد المريض أنه مصاب بجلطة قد تتسبب هذه الأدوية بالنسف زرع نقي العظم يأخذ زرع نقي العظم بالاعتبار في بعض الحالات لعلاج مريض البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية وهناك العديد من العوامل التي يأخذها مقدم الرعاية الصحية بالاعتبار عند تقرير ما إذا كان زرع نقي العظم خيارا مناسبا يجب مناقشة فيما إذا كان يمكن أخذ هذا الخيار بالاعتبار ومتى مع اختصاصي البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية ومع فريق زرع نقي العظم في هذا الإجراء يخرب نقي عظم المريض باستخدام المعارجة الكيميائية وأحيانا بالإشعاع ثم تأخذ خلايا جذعية من نقي عظم معافى من متبرع يتوافق مع المريض ثم تغطى تلك الخلايا للمريض عن طريق الوريد تشق الخلايا الجذعية للمتبرع طريقها عبر دم المريض إلى العظام يطلق على نقي المتبرع اسم الطعم ذرع نقي العظم هو الطريقة الوحيدة لشفاء البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية غير أنه يحمل العديد من المخاطر بما في ذلك الاعتلال المزمن والموت إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية PNH هي مرض دموي مزمن نادر وشديد يتسبب بتكسر كريات الدم الحمراء يطلق مقدم الرعاية الصحية على تكسر الدم هذا اسم انحلال الدم وهو يحدث بسبب فقد كريات الدم الحمراء لبروتينات تقيها من الجهاز المناعي للجسم يصعب تشخيص البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية ويمكن في حال تركها دون علاج أن تتسبب بألم وإنهاك ومضاعفات شديدة وحتى بالموت البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية ليست معدية ولا تمر من الآباء لأطفالهم ويمكن أن تحدث في أي عمر يمكن أن تتسبب البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية بأعراض مختلفة من شخص لآخر وتشمل الأعراض الشائعة الشعور بتعب شديد وألم ومشاكل في البلع وبول داكن اللون قد يجري مقدم الرعاية الصحية عدة فحوص دموية قبل تشخيص البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية هناك عدة خيارات علاجية للبيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية يمكن التحدث مع مقدم الرعاية الصحية بشأن مخاطر وفوائد الخيارات العلاجية المختلفة يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية والتأكد من سؤاله عن جميع الأمور المتعلقة بالبيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين